أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ وخلونا نقرب المسألة شوية للذهن أغنى رجل في التاريخ هو الإمبراطور المالي منسى موسى ده كان في القرن الأربعة عشر قدرت ثروته بحوالي ربعمائة مليار دولار ونفرض أن شخص الآن جاء وقال أنه من ذرية منسى موسى ويطالب بحقه الشرعي في الميراث ماذا سوف تطلب منه المحكمة؟ سوف تطلب منه الدليل والبرهان على صدق كلامه فإما أن يحضر شهادة ميلاد تثبت صدق نسبه أو يحضر منسى موسى بنفسه ليشهد له فالبينة على من ادعى واليمين على من أنقر فهل عند أهل الكتاب بينة ودليل عقلي أو نقلي من الطورات والإنجيل يثبت صدق كلامهم؟ كلا بل هو مجرد افتراء والدعاء فارغ لا بينة ولا دليل على صحته ويبدو أن الإعوجاج هو دأب اليهود والنصارى وما اعتدلوا يوما فضاعوا وضلوا وأضلوا غيرهم ومن ضل عن الحق يشرط بعيدا ولا يكتفي بنفسه بل يسعى ليضل غيره والأسباط هم ذرية سيدنا يعقوب من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام كعادتهم لم يتفق اليهود والنصارى في دعواهم فزعم اليهود أن هؤلاء الأنبياء الكرام كانوا هودا وزعم النصارى أن هؤلاء الأنبياء الكرام كانوا نصارى